اهلا بكم عزيزي الطلاف في خدمة الدروس موضوع درسنا لهذا اليوم جمع الكسور غير المتشابهة وطرحها من دروس الصف السادسة الابتدائي الفصل الدراسي الثاني لمادات الرياضيات سنتعلم اليوم طرح كسرين غير متشابهين اخذنا سابقنا عزيزي الطلاب طرح كسرين متشابهين اقرأوا معي الان 9 على 12 ناقص 4 على 12 نلاحظ هنا ان المقام 12 والمقام هنا 12 اذا كسرين متشابهين في المقام عندما نريد ايجاد الناتج يكون المقام كما هو لاحظوا هنا 12 نطرح الان البسطين 9 ناقص 4 من يعطيني الحل؟ احسنتم يساوي 5 على 12 لاحظوا معي هنا عزيزي الطلاب الكسر الممثل باللون الازرق يمثل 2 على 3 والكسر الممثل باللون الاصفر يمثل 1 على 2 الان سوف اسألكم السؤال التالي كيف نستطيع طرح الكسرين التاليين 2 على 3 ناقص 1 على 2 طرح كسرين غير متشابهين في المقام هذا ما سوف نتعلمه اليوم في درسنا جمع الكسور غير المتشابهة وطرحها فهيا بنا الى هذا الدرس الممتع لطرح كسور غير متشابهة قم بالخطوات الاتية اعيد كتابة الكسور مستعملا المقام المشترك الاصغر لها وهو المضاعف المشترك الاصغر للمقامات الخطوة التي تليها اطرح بالطريقة نفسها التي تطرح بها الكسور المتشابهة في المقام ثم بسط الناتج في ابسط صورة هيا بنا نقوم بذلك في الامثلة والتدريبات التالية الطريقة الاولى لطرح كسرين غير متشابهين استعمال النموذج لاحظوا معي هنا عزائي الطلاب الكسر اثنان على ثلاثة هنا ممثل باللون الازرق ناقص الكسر نصف ممثل هنا باللون الاحمر لكي تطرح ضع النموذجين احدهما تحت الاخر على ان تكون نهاية الاجزاء المضللة للنموذجين بمحاذاة بعضهما البعض الان حتى نحصل على الناتج نختبر نماذج كسرية مختلفة يوضعها تحت النموذجين السابقين والتحقق بان الخطين على استقامة واحدة لاحظوا هنا حصلنا على هذا النموذج هذا النموذج مقسم الى جزء جزئين ثلاثة أربعة خمسة ستة ستة اجزاء متساوية لاحظوا هنا اننا بدأنا بالنموذج الاجابة مع بداية النموذج الاول الان لاحظوا هنا ناتج الطرح يمثل الجزء الملون بالاخضر اذا الجزء الملون بالاخضر هنا يمثل جزءا واحدا من ستة اجزاء بالتالي يكون الناتج لطرح الكسر اثنان على ثلاثة ناقص الكسر نصف يساوي الناتج واحد على ستة لاحظوا معي هنا عزيزي الطلاب ان المقام هنا ثلاثة والمقام هنا اثنان هنا المقام يساوي ستة ماذا نلاحظ فكروا معي احسنتم نموذج كسر الاجابة يساوي المضاعف المشترك الاصغر للعدد ثلاثة والعدد اثنان احسنتم الطريقة الثانية استعمال المضاعف المشترك الاصغر اقروا معي هذا المثال اوجد ناتج الطرح للكسر ثلاثة على ثمانية ناقص الكسر واحدة على اربعة في ابسط صورة اذا ماذا نلاحظ طرح كسرين غير متشابهين في المقام المقام هنا ثمانية والمقام هنا اربعة هل نستطيع ان نطرح مباشرة اذا لا نستطيع ان نطرح ماذا نفعل فكروا معي احسنتم اعيد كتابة الكسرين مستعملا المضاعف المشترك الاصغر للمقام هيا بنا نبحث الان عن المضاعف المشترك الاصغر العدد ثمانية والعدد اربعة فكروا معي احسنتم المضاعف المشترك الاصغر للمقامين هنا يساوي العدد ثمانية اذا سنقوم بعادة كتابة الكسر الاول ثلاثة على ثمانية سوف نضرب البسط والمقام في العدد واحد لان ثمانية ضرب واحد سوف يعطيني المقام ثمانية وهو المضاعف المشترك الاصغر للعددين ثلاثة ضرب واحد يساوي ثلاثة على ثمانية الان نقوم باعادة كتابة الكسر واحدة على اربعة كيف نستطيع ان نحول الاربعة الى المضاعف المشترك الاصغر فكروا معي احسنتم بضرب البسط والمقام في العدد اثنان لاحظوا ان اربعة ضرب اثنان يساوي ثمانية وهو المضاعف المشترك الاصغر للعددين الان نضرب البسط ايضا في العدد اثنان واحد ضرب اثنان يساوي اثنان واربع ضرب اثنان يساوي ثمانية ماذا نلاحظ الان احسنتم حصلنا على كسرين متشابهين في المقام هل نستطيع الان ان نطرح نعم اطرح الكسرين المتشابهين لاحظوا الان استبدلنا الكسرين هنا بالكسرين المتشابهين ثلاثة على ثمانية ناقص اثنان على ثمانية ماذا نفعل نعم احسنتم نطرح البسطين ثلاثة ناقص اثنان يساوي واحد على ثمانية بالتالي حصلنا على الناتج في ابسط صورة احسنتم عزيزي الطلاب تعالوا بنا نقرأ هذا المثال اوجد ناتج الطرح للكسر اثنان على ثلاثة ناقص الكسر ثلاثة على عشرة في ابسط صورة اذا عزيزي الطلاب العملية هنا طرح كسرين غير متشابهين في المقام هنا المقام ثلاثة وهنا المقام عشرة هل نستطيع ان نطرح مباشرة اذا لا نستطيع ان نطرح مباشرة ماذا نفعل فكروا معي احسنتم نقوم باعادة كتابة الكسرين واستعملين المضاعف المشترك الأصغر للمقام ثلاثة والمقام عشرة يا ترى ما هو المضاعف المشترك الأصغر للعدد ثلاثة والعدد عشرة فكروا احسنتم العدد ثلاثون هو المضاعف المشترك الأصغر للعدد ثلاثة والعدد عشرة دعونا الآن نقوم باعادة كتابة الكسر اثنان على ثلاثة باستخدام المضاعف المشترك الأصغر وهو العدد ثلاثون كيف نستطيع ان نجعل الثلاثة هنا ثلاثون أحسنتم بضرب البسط والمقام في العدد عشرة لأن ثلاثة ضرب عشرة يساوي ثلاثون الآن نضرب البسط اثنان ضرب عشرة يساوي عشرون وثلاثة ضرب عشرة يساوي ثلاثون الآن نقوم باعادة كتابة الكسر الثاني ثلاثة على عشرة لاحظوا هنا كيف نستطيع ان نحول العشرة إلى المقام المشترك الأصغر وهو ثلاثون فكروا أحسنتم بضرب البسط والمقام في العدد ثلاثة ثلاثة ضرب ثلاثة يساوي تسعة وعشرة ضرب ثلاثة يساوي ثلاثون ماذا تلاحظون هنا عزيزي الطلاب أحسنتم حصلنا على كسرين متشابهين في المقام وبالتالي نستطيع ان نطرح مباشرة إذن اطرح الكسرين المتشابهين الكسر عشرون على ثلاثون ناقص الكسر تسعة على ثلاثون كيف نستطيع ان نطرح؟ أحسنتم بطرح البسطين البسط عشرون ناقص البسط تسعة عشرون ناقص تسعة كم يساوي الناتج؟ أحسنتم يساوي احدى عشر على المقام ثلاثون إذن حصلنا على الناتج في أبسط صورة أحسنتم عزيزي الطلاب هيا بنا عزيزي الطلاب لنفكر في إيجاد الحل لهذا التدريب اقرأوا معي أوجد ناتج الطرح للكسر سبعة على اثنى عشر ناقص الكسر واحد على ثلاثة في أبسط صورة إذن ماذا نلاحظ؟ طرح كسرين غير متشابهين في المقام هنا المقام اثنى عشر والمقام هنا ثلاثة ماذا نفعل؟ أحسنتم نقوم بإعادة كتابة الكسرين مستعملا المضاعف المشترك الأصغر للمقامين يا ترى ما هو المضاعف المشترك الأصغر للعدد إثنى عشر والعدد ثلاثة؟ فكروا أحسنتم العدد إثنى عشر هو المضاعف المشترك الأصغر للعدد إثنى عشر والعدد ثلاثة إذن نقوم الآن بعادة كتابة الكسرين لاحظوا هنا أخذنا الكسر 7 على 12 إذن سوف نضرب البسط المقام في العدد 1 7 ضرب 1 يساوي 7 و 12 ضرب 1 يساوي 12 الآن نأخذ الكسر 1 على 3 نقوم الآن بإعادة كتابة هذا الكسر باستخدام المضاعف المشترك الأصغر لاحظوا كيف نجعل المقام هنا 12 فكروا أحسنتم بضرب العدد 3 في العدد 4 بالتالي لا بد أن نضرب البسط المقام في العدد 4 1 ضرب 4 هنا يساوي 4 و 3 ضرب 4 يساوي 12 ماذا تلاحظون هنا أحسنتم حصلنا على كسرين متشابهين في المقام بالتالي نستطيع أن نطرح الكسرين المتشابهين الكسر الأول 7 على 12 ناقص الكسر 4 على 12 كيف نستطيع أن نجد الناتج هنا أحسنتم نطرح البسط 7 ناقص 4 على المقام 12 إذن 7 ناقص 4 يساوي الناتج 3 على 12 هل حصلنا على الناتج في أبسط صورة؟ فكروا نستطيع أن نبسط الناتج هنا وذلك بقسمة البسط والمقام على العدد 3 أحسنتم 3 قسمة 3 يساوي 1 و 12 قسمة 3 يساوي 4 إذن حصلنا على الناتج في أبسط صورة وهو الكسر 4 أحسنتم عزيزي الطلاب هيا بنا لنفكر في حل هذه التدريب معا إذن أوجد ناتج الطرح للكسر 2 على 3 ناقص الكسر 3 على 5 في أبسط صورة إذن طرح كسرين غير متشابهين ماذا نفعل؟ أحسنتم نقوم بإعادة كتابة الكسرين باستعمال المضاعف المشترك الأصغر للمقام 3 والمقام 5 يا ترى ما هو المضاعف المشترك الأصغر للعدد 3 والعدد 5 فكروا أحسنتم العدد 15 إذن هيا نقوم بإعادة كتابة الكسرين باستعمال المضاعف المشترك الأصغر نأخذ الكسر 2 على 3 ونقوم بضرب البسط والمقام في العدد 5 لأن 3 ضرب 5 يعطيني 15 هنا 2 ضرب 5 يعطيني 10 على 15 نأخذ الكسر الآن 3 على 5 ونقوم بإعادة كتابة الكسر المستعملين المضاعف المشترك الأصغر وهو العدد 15 إذن كيف نجعل المقام هنا 15؟ أحسنتم بضرب البسط والمقام في العدد 3 ثلاثة ضرب 3 يساوي 9 ثلاثة ضرب 5 يساوي 15 ماذا نلاحظ الآن؟ أحسنتم حصلنا على كسرين متشابهين في المقام بالتالي نستطيع أن نطرح الكسرين المتشابهين لاحظوا معي هنا الكسر الكسر 10 على 15 ناقص الكسر 9 على 15 كم يساوي الناتج هنا؟ فكروا 10 ناقص 9 يساوي 1 على المقام 15 هل الناتج في أبسط صورة؟ نعم أحسنتم في أبسط صورة هيا بنا عزاء الطلاب نتعلم كيفية حساب قيمة عبارة تتضمن كسورا في الجبر هذا المثال إذا كانت جيم تساوي 3 على 4 ودال تساوي 1 على 6 فاحسب قيمة العبارة جيم ناقص دال إذا نريد الآن أن نوجد قيمة جيم ناقص دال كيف نوجد الحل؟ فكروا معي أحسنتم نعوض عن قيمة جيم هنا بـ 3 على 4 ناقص قيمة دال هنا تساوي 1 على 6 إذن حصلنا هنا على طرح كسرين أي المتشابهين كيف نوجد الحل الآن؟ فكروا معي أحسنتم بإيجاد المضاعف المشترك الأصغر للعدد 4 والعدد 6 فكروا معي ما هو المضاعف المشترك الأصغر هنا أحسنتم العدد 12 هو المضاعف المشترك للعدد 4 والعدد 6 إذن الآن نقوم بعادة كتابة الكسرين باستخدام المقام المشترك لاحظوا هنا ضربنا الأربعة والثلاثة في العدد 3 لأن 4 في 3 تساوي 12 وهو المضاعف المشترك الأصغر أيضا ضربنا البسط في العدد 3 ناقص هنا نقوم بكتابة الكسر 1 على 6 وذلك بضرب البسط والمقام في العدد 2 لأن 6 ضرب 2 تساوي 12 الآن نوجد الناتج أعزائي الطلاب 3 في 3 يساوي أحسنتم 9 على 12 ناقص 1 ضرب 2 يساوي 2 6 في 2 تساوي 12 إذن 2 على 12 الآن حصلنا على كسرين متشابهين في المقام ماذا نفعل؟ فكروا أحسنتم نطرح البسطين 9 ناقص 2 أحسنتم يساوي 7 على 12 إذن حصلنا على الناتج في أبسط صورة أحسنتم عزائي الطلاب هيا بنا نقرأ هذا التدريب إذا كانت ها تساوي 7 على 10 وواو تساوي 1 على 4 فاحسب قيمة ها ناقص واو لاحظوا يريد أن نوجد قيمة العبارة الجبرية ها ناقص واو كيف نوجد قيمة ها؟ فكروا أحسنتم نعوض عن قيمة ها ها تساوي 7 على 10 ناقص قيمة واو هنا تساوي أحسنتم 1 على 4 الآن حصلنا على ماذا؟ حصلنا على طرح كسرين غير متشابهين ماذا نفعل؟ هل نستطيع أن نطرح مباشرة؟ لا بد أن نستخدم المضاعف المشترك الأصغر هيا بنا الآن نستخدم المضاعف المشترك الأصغر العددين 10 والعدد 4 فكروا معي ما هو المضاعف المشترك الأصغر هنا أحسنتم العدد 40 بالتالي نقوم الآن بإعادة كتابة الكسرين نضرب الآن العشرة في الأربعة حتى نحصل على الأربعون وكذلك نضرب أيضا البسط في العدد أربعة ناقص هنا الواحد مضروبا في العشرة والأربعة أيضا مضروبا في العشرة نضرب هنا أربعة في عشرة تعطيني أربعون وهنا واحد في عشرة يساوي عشرة الآن نوجد الناتج أربعة في سبعة كم يساوي الناتج فكروا أحسنتم 28 على أربعون ناقص عشرة على أربعون إذن الآن حصلنا على كسرين متشابهين في المقام هل نستطيع أن نطرح؟ نعم نستطيع أن نطرح وذلك بطرح البسطين اطرح الآن 28 ناقص عشرة أعطوني الإجابة فكروا أحسنتم يساوي 18 على المقام أربعون هل الناتج الآن في أبسط الصورة؟ نحتاج أن نبسطه من يبسط الآن؟ فكروا أحسنتم سنقسم البسط المقام على العدد 2 يساوي 9 على 20 إذن حصلنا على الناتج في أبسط الصورة أحسنتم عزيزي الطلاب هيا بنا عزيزي الطلاب نقرأ هذه المسألة معا استعمل عامر 3-4 لتر من الماء الموجود في الدلو الظاهر في الصورة كم بقي من الماء في الدلو؟ لاحظوا معي هنا أن الدلو به 7-8 لتر استعمل عامر منه 3-4 يترى كم بقي من الماء في الدلو؟ إذن نفكر كيف نستطيع إيجاد حل هذه المسألة أحسنتم باستخدام عمليات الطرح نقوم أولا بكتابة المسألة 7-8 ناقص 3-4 طرح كسرين غير متشابهين هل نستطيع أن نطرح مباشرة؟ إذن لا نستطيع ماذا نفعل؟ نبحث عن المضاعف المشترك الأصغر للعدد 8 والعدد 4 يترى ما هو المضاعف المشترك الأصغر للعددين؟ فكروا أحسنتم العدد 8 إذن دعونا الآن نقوم بإعادة كتابة الكسرين باستخدام المضاعف المشترك الأصغر لاحظوا هنا طلبنا البسط والمقام في العدد 1 لأن 8 في 1 تساوي 8 وهو المضاعف المشترك الأصغر إذن يساوي الناتج هنا 7-8 الآن نقوم بإعادة كتابة الكسر 3 على 4 باستخدام المضاعف المشترك الأصغر لاحظوا هنا ما هو العدد الذي نستطيع أن نضربه في العدد 4 يعطيني 8 إذن الـ 2 وبالتالي نضرب البسط والمقام في العدد 2 الآن 3 ضرب 2 يساوي 6 4 ضرب 2 يساوي 8 ماذا نلاحظ؟ أحسنتم حصلنا على كسرين متشابهين في المقام الآن نستطيع أن نطرح هيا بنا الآن نطرح 7-8 ناقص 6-8 إذن نطرح الكسرين 7-6 يساوي 1 على 8 وبالتالي حصلنا على الناتج في أبسط صورة أحسنتم عزيزي الطلاب تعلمنا عزيزي الطلاب في درسنا اليوم كيفية طرح الكسور غير متشابهة الخطوة الأولى أعد كتابة الكسور مستعملاً المقام المشترك الأصغر لها وهو المضاعف المشترك الأصغر للمقامات الخطوة الثانية اطرح بالطريقة نفسها التي تطرح بها الكسور المتشابهة ثم بسط الناتج لاحظوا معي هذا المثال 3 على 8 ناقص 1 على 4 طرح كسرين غير متشابهين نقوم بإعادة كتابة الكسور المستعملين المضاعف المشترك الأصغر للعدد 8 والعدد 4 وهو العدد 8 لاحظوا هنا 3 في 1 يساوي 3 8 ضرب 1 يساوي 8 هنا قمنا بإعادة كتابة الكسر وذلك بضرب البسط والمقام في العدد 2 1 ضرب 2 يساوي 2 4 ضرب 2 يساوي 8 حصلنا على كسرين متشابهين إذن نستطيع الآن أن نطرح 3 على 8 ناقص 2 على 8 نطرح الآن البسطين 3 ناقص 2 يساوي 1 على 8 وبالتالي حصلنا على الناتج في أبسط صورة شكرا لكم عزيزي الطلاب وألتقيكم في درس قادم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر